مصر يمو الحضارة والعصر مصر يمو الطيابة والأصل أم الدنيا كبيرة ومحروسة بولادها اللي بيسمودهم فتحوا كتاب التاريخ من تاني وكتبوا فصل جديد بيحكي قصة شعب رفض الانكسار والهزيمة وقدر على كل تحدي حلف لتفضل بلده عظيمة طول الزمان وما يشمد فيها أي خسيس أو جبان وكل ما يقوله ده تكسر يرجع ويقوم أقوى من الأول فاكرين إحنا بدأنا منين؟ أعمال سلب ونهب يتعرض لها المتحف المصري أزمة الدنزين تسبب شلالا تاما الدولار عمال يطلت عمال عارفين نأكله عيالنا عايش حاب بس لا يريدون خيرا لهذه الملد أجدها فضل عقصة وقالت الصناديق للدين قررت الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد لحظة تبهير مدرية الأمن حدفقدر مصر يدخد يدخد حظ من الملك يدخد يدخد حظ من الملك الشايا يا رب يدخد حظ من الملك الشايا يا رب أسر يا أم العجالب شعبك أصير ونخص بعيد خلي باني للحباق دول أنصار العديد التحدي كان كبير والمشكلة كانت نبدأ منين من الاقتصاد وسعر الدولار والسوق السوداء ولا البنية التحتية اللي تهلكت على مدار سنين الكهرباء اللي بتقطع عن بيوتنا ومصانعنا ولا العشوائيات اللي ملت بلدنا وما بقاش في أمل لحلها نبدأ من الصحة والتعليم ولا نحارب الإرهاب ونأمل حدودنا في منطقة ولعت فجأة من غير مقدمات ولا 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 تحديات كتير وقراء كتير وأفكار أكتر لكن الأهم مننا وقفنا وصرحنا نفسنا بمشاكلنا الحقيقية ودي أول خطوة للطريق الصح الصح اللي بجد اللي يدوم ويعيش ويكمل للأجيال اللي جاية اكتشفنا من اللي لازم ندني في كل اتجاه علشان نلحق نعوض اللي فات الحلم بقى واحد بس كان فاضل خطة ورؤية جمعنا تليق بالحلم ده خطة مبنية على حلول استراتيجية مش مسكنات لتحقيق شعبية خطة دولة متفصلة على مشاركة كل أطراف المعادلة ومرسومة بكلمة إحنا إحنا بنبني وإحنا بنحمي وإحنا هنقدر وإحنا قدرنا كان لازم البداية تكون مشروع كبير يجمعنا ويشغل الإيدين العطلانة والأهم يرجع لنا ثقاتنا أننا نقدر نهزم المستحيل أننا بدأنا ومش هنقف وفعلا نزل المصريين ومولوا شريان حياة وتنمية جديد لمصر والعالم قناة السويس الجديدة المشروع خلص في سنة بعدما كان العالم بيقول 8 معجزة حققناها بأيدينا وزودنا تنافسية قناة السويس علشان تفضل أهم ممر ملاحي وتجاري في العالم نستوعب كل أنواع السفن ويوفر عليهم الوقت والتكلفة طورنا المواني وبنينا مناطق لوجستية وصناعية بطول القناة وفي نفس الوقت كنا بنواجه تحدي كبير الكهرباء المحرك الأساسي للتنمية بنينا محطات جديدة في كل مكان فيك يا مصر منهم أكبر محط الطاقة شمسية في العالم كنا بنبني البكرة فكفينا احتياجاتنا وشغلنا مصانعنا وبيوتنا نوارد بقى عندنا فائد نصدر منه لجراننا واخوتنا وبعد ما رسمنا حدودنا مع جراننا قدرنا نبحث وندور عن مواردنا وفي أقل من خمس سنين اكتشفنا حقل الغاز الأكبر في البحر المتوسط حقل زهر انتجنا من الغاز غطى كل احتياجاتنا اللي كنا بنستوردها بالعملة الصعبة واختفت طوابير الغاز لما وصلت المنظومة لكل مكان في مصر أكدنا الريادة بعد ما أسسنا أقوى تحالف إقليمي منظمة غاز شرق المتوسط اللي خلت مصر مركز إقليمي للطاقة الوضع الاقتصادي كان تحدي كبير المسكنات ما بقتش تنفع الإصلاح الحقيقي لما تأخر خل فطورة الحل تعلم بس المصريين قرروا يقفوا ويستحملوا خلاص ما بقوش يؤمنوا بأنصاف الحلول ماحنا لو ما عملناش دا دلوقتي المستقبل هيبقى صعب وزي ما في جيل في اكتوبر ضحب حياته علشان نقدر نعيش في سلام كان لازم يجي جيل يتعلم من اللي قابله ويقدر على كل تحدي وبالفعل حررنا سعر الصرف وعملتنا بقت بقيمتها الحقيقية قضينا على السوق السوداء ما بقاش الدولار بسعرين والبنوك رجعت تاني تقوم بدورها وردتنا قلت ومنتجاتنا بقت تقدر تنافس والاحتياط النقد اللي استهلكناه وقت الأزمة ووصل لـ 14 مليار دولار رجع وتبنى ووصل لأكبر رقم في تاريخ مصر 45 مليار دولار قدرنا نحسن تصنفنا الاقتماني ونكسب ثقة المستثمرين بره وجوه ما هم دول اللي هيبنوا ويعمروا ويوفروا خرص عمل لولدنا بس الثقة ما كانتش كفاية الهدف كان انك تضمنهم العمل في بيئة استثمار خصبة في بلد مليانة بالموارد ومسنودة على بنية تحتية قوية أصل المستثمر هيشتغل ازاي في بنية تحتية منهارة؟ يعني يروح ويرجع ويرجع من مصنعه من أني طريق ولا في كم ساعة؟ وهنا كانت نقطة التحول من بلد بتعاني من شبكة طرق متهلكة لبلد بتخطط وتطور شبكة متكملة من الطرق في كل مكان أكتر من سبع تلاف كيلو حققوا المعادلة الصعبة الحياة بقت أسهل وأسرع والحوادس قلت ويوم بعد يوم الباب كان بيتفتح قدام مشاريع حتى بكرة قدام عينيها استصلحنا الصحراء وعمرناها وقفنا البناء على الأراضي الزراعية المليون ونص فدان والسواب الزراعية والدلتة الجديدة مشاريع كتير ولسه مكملين نفذنا خطط علشان نحافظ على مواردنا المائية بطلنا الترع ونظفناها ونظمنا الزراعة والمحاصيل وكمان اشتغلنا على الاستزراع السمكي والسروة الحيوانية بمشروعات كتير في كل حتة في مصر علشان نأمن غذائنا ونحافظ كمان على حق الأجيال اللي جاية كل حاجة كان ليها خطة بصة قدام الصناعة قامت من تاني والعجلة دارت معاها فرص عمل وإنتاج وتصدير المنتج المصري بقى لي مكان بعد ما بقى عندنا سعر صرف يعكس القيمة الحيائية للجنين بدأنا رحلة صنعة في مصر وكملناها بمجمعات ومدن صناعية في كل المحافظات احنا بدأنا وعارفين ان طريقنا طويل لكن خلاص بقنا شايفين النور في أخره والصناعة المصرية بتاخد فرصتها وبتطور نفسها علشان تنافس المنتج العالمي التنمية الزراعية والصناعية اللي حصلت مشي معاها على نفس الخط تنمية اجتماعية وعمرانية الخطة كانت شايفة كل مكان في البلد وملف تطوير العشوائيات كان حاضر من اللحظة الأولى القطر لف من الدواءة للأصمرات لتل العقارب لغيط العنب لأهالينا ومكمل هزمنا مرض خبيث اسمه العشوائيات وقنلنا أوضاع البناء البولا ما بقاش على مزاك حد الدولة هي اللي بتخطط وبترسم وبتنفذ والنتيجة مبهرة مدن جديدة وزكية بتغطي مصر كلها عاصمة إدارية جديدة هتبقى عنوان لمصر الجديدة هتتنقل لها كل الوزارات والمؤسسات وهتبقى مركز للمال والأعمال وفيها مناطق سكنية تخدم كل الفئات وفي نفس الوقت القاهرة الجميلة رجعت تتنفس من تاني زي زمان وجمالها اللي ما كانش متشاف عينك ما تشبعش منه المصريين الجدعان استحملوا الطريق الصعب قعدنا هيكلة منظومة الدعم اللي فضلت سنين وغدا نصيب كبير من ميزانية الدولة خلتنا ما نقدرش نكبر ونطور ده غير إن الدعم ما كانش بيروح لمستحقي اللي غني كان بياخد زي الفقير بطاقة التموين كانت مع المحتاج واللي مش محتاج ده اللي مش محتاج هو اللي كان بيستفيد بالنصيب الأكبر من الدعم في البنزين والكهرباء وغيره وغيره الدعم اللي قال على البنزين وجهنا للتموين وحدثنا المنظومة وشلنا منها اللي مش محتاج علشان الدعم يروح للي يستحققه بجد والباقي نبني بي بلدنا ومستقبل ولدنا وده تحقق في مشروع بيلف قرى مصر كلها حياة كريمة مشروع متكامل وفرنا له مليارات لخدمة أهلينا وهدفنا تأمين سكن كريم لكل مستحق ورفع مستوى الخدمات من توصيل المية ومد شبكات الصرف الصحي وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة على التوازي كنا شغالين في خطة لتطوير منظومة الصحة احنا مش بس بنبني مستشفيات أو بنوفر أدوية بلدنا كانت محتاجة منظومة شاملة قوية توفر رعاية صحية لقبينا بدأنا الأول بالمبادرات اللي استهدفت فئات كتير قضينا على فيروس سي اللي أكل أكباد المصريين لسنين طويلة أنهينا قوائم الانتظار وأطلقنا حملات للقضاء على الأمراض المزمنة والاهتمام بصحة المرأة والطفل كل دا كان جزء من خطة كبيرة منظومة تأمين صحي شامل وفعلا بدأنا من بورسعيد والأقصر ومكملين في مصر كلها ولأن اللي جاي محتاج جيل متعلم وواعي وقادر أنه ينافس ويوصل ببلدنا البكرة اللي بنحلم بيه منظومة التعليم اللي تهلكت وسائط يوم عن يوم على مدار سنين بنصلحها خطوة خطوة بدأنا بمراحل التعليم الأساسية والنتيجة هنشوفها كل ما الأجيال دي تكبر أنشأنا جامعات جديدة بشركات دولية وطورنا منصات التعليم عن بعد ولسا مكملين بلدنا تغيرت والشباب صوته بقى مسموع ووصل لمناصب كبيرة تنفيذية وتشريعية بقى عندنا شباب محافظين ولواب محافظين جيل جديد خد فرصة أنه يثبت نفسه ويشيل المسئولية نظمنا أكبر منتدى شباب في العالم وبقى عندنا أكاديمية لتأهيل وتدريب الشباب مش بس في مصر ده كمان لأشققنا في الوطن العربي وإفريقيا المرأة المصرية وصلت للريادة وبقينا شايفينها في كل المناصب وحصلت على أكبر تمثيل في تاريخ البرلمان وتعدلت القوانين والتشريعات اللي بتدمندها حقوقها وولادنا من ذوي القدرات الخاصة بقينا بنفتخر بيهم وبإنجازاتهم اللي بتزيد يوم عن يوم كل اللي بانيناوها نبنيه كان لازم لي قوة تحميه فعز ما كنا بنعمر كنا شايلين في إيدينا سلاح بنحمي وندافع عن أرضنا ضد أهل الشر اللي كانوا مرهنين إن مصر هتقع ومش هتقوم محنا وسط النار في منطقة على صفيح ساخي علشان كده من أول يوم بنطور قوتنا وبنرفع الكفاءة القتالية لجيشنا قدرنا نبني قواعد عسكرية تواجه كل التهديدات اللي محوطانا ونعمل اتفاقيات تعاون عسكري مع دول مختلفة نوعنا مصادر تسلحنا وبقينا أسية قرارنا رجعنا تاني لحضن إفريقيا ودفعنا عن بلادنا العربية استعدنا مكانتنا الإقليمية والدولية وكلمتنا بقت مسموعة من تاني ووقفنا جنب كل جار وأخ كان في حاجة لينا وبقينا الطرف المشترك في حل كل المعادلات الإقليمية وميقى مصري مصري دايما بتناديك خد بنصري مصري دين واجب عليك وميقى مصري مصري دايما بتناديك خد بنصري مصري دين واجب عليك شفت أي بلاد يا مصري في الجمال تيجي زي بلادك اللي اتقرب همال نيلها جاي السعد منه حلال زلال كل حي يفوز برزب وعش طعال يوم مبارك تملك فيه الصعود أحلمنا بتتحقق كل يوم وبنظيف مكانها أحلام جديدة ومن حضرتنا تعلمنا أن الأحلام لا تسقط بالتقادم اشتركوا في القناة